لي ابنت عم في سن الزواج وبعد أن سافرت من بلدي تقدم لها شاب يريد الزواج منها ووافق أهلها ووافقت هي أيضا وحينما عدت إلى البلد وعلمت بذلك طلبت من عمي أن يطلب من هذا الشاب أن يتخلى عنها لي فأنا أرغب الزواج منها ولكن عمي رفض طلبي علما أن البنت نفسها تريدني أنا أن أكون زوجا لها حينما سئلت عن ذلك وكذلك والدتها موافقة على فسخ خطبتها وتزويج بها وحينما علم هذا الشاب الخاطب بمحاولات فسخ خطبته من ابنة عمي غضب لذلك وكادت أن تحدث مشاكل رغم استعداد لدفع كل ما قدمه وخسره في خطبته لهذه الفتاة ولكن بعد أن تدخل بعض الناس للإصلاح وطلبوا منه التنازل عن خطبته لابنة عمي وفعلا تم ذلك دون كامل رضا بل فعله حياء وتقديرا وكما يقال جبر خاطر فهل علي إثم في عملي هذا وهل يجوز لي بعد ذلك الزواج منها أم لا أخطأت في تصرفك هذا فإن الذي ينبغي لك أنك لما علمت بسبق أخيك المسلم لهذه المرأة أن لا تتدخل في هذه القضية وأن تعدل إلى زوجة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه قال حق لمسلم سبقك إليه فلا يجوز لك أن تتعدى عليه وأن تفسد شأنه في هذا حق المسلم على المسلم عظيم حرمته عظيمة فأنت أخطأت في هذا وواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا وأن تستحل أخاك بما صدر منك في حقه وتطلب منه المسامحة أما بالنسبة لتزوجها فاسأل هل يجوز لك أن تتزوجها بعدما تخلى عنها إذا كان تخلى عنها ولم يبقى له رغبة فيها فلا مانع أن تتزوج منها أما إذا كان له رغبة فيها ولا يزال يريدها وإنما تركها كما ذكرت من باب الحياة والمجاملة فالأولى أن تترك له المجال ليتزوجها